السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم مع مراجعة شاملة للفصل الثاني لتلميذ سنة ثلثة ابتدائي سنبدأ بالتمرين الأول غلي بار اون فلاش الربط بسهم الربط بسهم الحروف المكتوبة بالماجسكول والمونسكول عندي P نبحث عن P عندي هنا P إذن P نربطها مع P لابد على التلميذ أن يتعلم كتابة الحروف ماجسكول كورسيف منسكول كورسيف الأشكال الحروف الأربعة عندي P أين هو حرف P عندي هنا إذن سنضع سهم هنا عندي V أين هو V عندي هنا سنضع السهم هنا F أين هو F إنه هنا سنضع السهم هنا B منسكول كورسيف هنا ماجسكول إذن نضع هنا السهم التمرين الثاني عندما يأتي للتلميذ دائما هذا السؤال يأتيه سيضع هكذا غير عندما يطلب منك الأستاذ أن تضع مكان الإسم أي الثاميرين عندما تجد إسم بنت ستضع الثامير آل وعندما تجد إسم ولد ستضع الثامير إيل إذن إيل للمذكر وآل للمؤنث عندي أسئل الجملة الأولى كاريما كاريما هاهو إسم بنت أي ضامير سنضع سنضع ضامير آل إذن كاريما آل جولي شانطان شانطان بلان شانطان بلان حفظ إذن نغير كاريما بآل عندما يطلب منك كاريما إنه إسم مذكر إذن ضامير إيل سنضع الثامير إيل ما سوغ سابل باتول أختي اسمها باتول إذن ما سوغ إنها مؤنث إذن أي ضامير سنضع سنضع الثامير آل سنضع الثامير آل ركزوا جيدا في هذا السؤال سيأتي حتما عندما يطلب منك أن تضع مكان الاسم ضامير إيل وآل عندما تجد اسم مؤنث تضع آل عندما تجد اسم مذكر تضع إيل التمرين الثاني سنكتب هذه الحروف حروف الفصل الثاني الكورسيف أكتب كورسيف عندي آل نكتبها هكذا بالكورسيف عندي آل نكتبها هكذا بالكورسيف عندي بي نكتبها هكذا بالكورسيف عندي آف نكتبها هكذا بالكورسيف عندي بي نكتبها هكذا بالكورسيف بي آش هذين أقرأوها آف إذن نكتبها هكذا بالكورسيف F من كورسيف نكتبها هكذا V نكتبها هكذا L نكتبها هكذا R نكتبها هكذا و نكتبها هكذا و نكتبها هكذا راجعوا جيدا حروف الفصل الثاني هذو الحروف رقيتوهم في الفصل الثاني راجعوهم جيدا عندنا التمرين الثالث التمرين الرابع لاحظوا معي كومبليت أكمل و هذو نديروهم في مكان نقاط عندي راح نديرو و مكان النقاط سيار بوش فم راح نديرو أو بوش بوبي راح نديرو أو بوبي الآن ننتقل إلى التمرين الخافز كومبليت لتابلو أكمل الجدول عندي هنا مجموعة من الكلمات السي عندما تنطق ك نضعها هنا وعندما تنطق آس نضعها هنا لاحظوا معي هذا الحرف الأول نشوفوا النطق التاعه إذا كان ننطقه السي راح نحطه هنا وإذا انطقناها كا راح نحطوه هنا ستشوفوا كيف هي نقراره كاميون شو انطقناها انطقناها كا كاميون إذا نضعها في خانة كا نكتب كاميون كاميون ستشوفوا لحظوا هذا الحرف كفاه نطقناها نطقناها كا ما قلناش إيسو إيكول ها راح نحطوه في خانة الكا سوغيس نطقناها آس هذا الحرف الأول راح نخزوه في هذا الحرف كنو نطقوه K نطقوه K نحطوه في ال-K واذا نطقناه S نحطوه في ال-S شو غيث راح نديروه في خانة ال-S كلاس لاحظ الحرف الاول نطقناه K راح نحطوه في خانة ال-K كلاس كورسي نطقناه K راح نحطوه في خانة ال-K ننتقل الى التمرين السادس هذا سؤال متكرر يأتي بكثرة مامو مؤنث مامو اذا سنضع الضمير L هي L سامي سامي مذكر اذا نضع الضمير L لازم تراجعه جيدا التمرين السابع انتوغ ليلاتخة كيفون F قالك احوط على الكلمات الحرف اللي فيها حرف V لا ما فيهاش فارماسي هاهو F لا يوجد فناتخة عندي هنا F مصطفى عندي F فادي عندي F الآن التمرين الثاني اكري اون كورسيف هذي الجملة راح نكتبوها كورسيف مصطفى راح نكتبو M بالكورسيف مصطفى الافييفر 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 ثلاث قوح عنده الافييفر الآن التمرين التاسع لاحظ ما الابودة على التلمير ان يفهم ان grand mère ما معنى grand mère معنى الجدة بابا معنى الاب ماما معنى الام grand père معنى الجد هكذا لازم تحفظهم بالتلمير هنا يكون موانث باقاراً للموانث ولي للجامع هنا مدام عدنا الاس في الكلمة الأولى راح نديرو لفاليس هنا موانث باقارا راح نديرو لا راح نديرو لا خير موانث راح نديرو ل لي فنتخ جامع ها هو في هالاس في أخير نديرو لي لفالي موانث باقار، لليفر موانث باقار، لفارني موانث الن التامرين أمدي عشر جوكملت، جوكملت للموات ع Regelية فلح نديرو لåtة راح نديرو ل Dan Gay فو تو فخوماج راح نديرو اف هنا فخوماج للتلميذ لابد ان يحفظ تي لي فان راح نديرو بي اش تي لي فان فاغين راح نديرو اف فاغين لابد على التلميذ يحفظهم جيدا لازم تفهموه باللي بي اش هذي نقراوها اف نفس القراءة بتاع اف الان التمرين الاخير سؤال متكرر جوغان فلاس نغيرو ضمير il هو فخونان بخصونال ال هو ال هي معنها هي اذا علي ها هو مذكر اي ضمير نستعمل نستعمل الضمير هو اذا نكتب il مغيم ها هي مؤنث مغيم اي ضمير نستعمل نستعمل الضمير ال نديرو ال مكان نقا اميغا ها هي مؤنث اميغا اذا مدام اميغا مؤنث نستعمل ال هي ال ال احمد احمد هو مذكر اي ضمير نستعمل نستعمل الضمير il لابد على التلميذ ان يراجع هذه التمرين جيدا من بين الاسئلة المتوقعة بكثرة عدنا ايضا هذي تعمل جمع لالي لزارتيكل ديفيني ادوات التعريف ترجمة نانسي قنقر